أعلن المعهد الوطني لرصد الجوي تواصل ارتفاع درجات الحرارة في أغلب جهة البلاد ويكون ارتفاعها ملحوظا جدا خاصة من الغد إلى ثلثاء القدم ومن المتوقع تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات ويصل محليا 14 درجة خاصة في مناطق الشمال والوسط الشرقي وتتوقع مصالح الرصد الجوي تراجع درجات الحرارة لتكون قريبة من المعدلات العادية في الشمال ثم تدريجين في مناطق الوسط بداية من الأربعاء القادم وخلال يومي الخميس والجمعة لتعود إلى الارتفاع من جديد مع نهاية شهر الجويليا وفي ظل الاضطراب المسجل على تواتر سفرات خطوط المترو بالعاصمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة أعلنت شركة نقل تونس أنه سيقع تدعم هذه الخطوط عبر توفير سفرات على متن الحافلات وأوضحت الشركة أن موجة الحر ساهمت في اضطراب تواتر سفرات خطوط المترو في الآوينة الأخيرة بسبب التكرر للعطاب الفنية الناتجة عن تواصل ارتفاع موجة الحر وتقادم أسطول العربات موجة الحر الشديدة التي تضرب نصف كرة الأرض الشمالي منذ أيام ما زالت متواصلة في عدة أنحاء من العالم ففي اليونان أعلن خبر الأرصاد الجوية أن نهاية الأسبوع ربما تكون الأكثر حرارة على مدى الخمسين عاماً الماضية ومن المتوقع أن تستمر الأسبوع القادم وقد دعت وزارة العمل الشركات إلى تعزيز العمل عن بعد بينما أوصت وزارة الصحة اليونانية بتجنب التنقل غير الضروري خلال النهر هذا وتوقع مستشار في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن موجة الحر الشديد ستستمر في جزء كبير من العالم خلال شهر أوت القادم